الجزائرية التركية التي تدير أكبر مصنع النسيج بغريزان غرب الجزائر العاصمة عن حاجتها لتوظيف أكثر من ألفي شخص بالمصنع وفي بياننا للشركة نشر في الموقع الأنادول للأنباء أن شركة تايل المالكة لمصنع النسيج أودعت إعلانا لدى وكلة تشغيل بولاية غريزان من أجل طلب اليد العاملة بالمنطقة وتضمن الشق الأول من الإعلان عملية توظيف نوعية تخص 15 مهندسا في النسيج أما الشق الثاني فتضمن إعلانا لتوظيف ألفي شخص ألف منهم في الحاصلين على شهادة تدريب مهنية أما الألف الباقية فهي من أصحاب مستوى التعليم الثانوي ومدونه وفي مارس الماضي علنت الحكومة الجزائرية عن بديل إنتاج بشكل جزئي في مصنع نسيج بغريزان الذي يوصف بأنه الأكبر من نوعه في الجزائر وإفريقيا وسيساهم المشروع في خلق 25 ألف وظيفة عمل اعتبارا من 2020 الموعد المحدد لإنهاء المشروع بكافة مرحله